السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية طلابنا وحبايبنا طلاب جيل 2006 ربنا يوفيكم وينور دركم وإن شاء الله بداية سنة وبداية يتفصل وبداية يوم سعيد عليكم بإذن الله تعالى بسم الله وعلى بركة الله رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اليوم جاء الله يا جماعة راح نروح على الجزئية الثالثة في تأسيسنا لمادة الفيزياء لطلاب جيل 2006 اللي إحنا إن شاء الله راح نضل معاكم من البداية لحد ما نوصل للنهاية لباب الامتحان الوزاري لحد ما نوصل لباب الامتحان الوزاري راح نضلنا دعم وسند لكم حتى توصلوا إلى بر الأمان وتوصل إلى العلامة اللي أنتو بتطمحوا لها يا جماعة مادة الفيزياء واحدة من المواد اللي كثير طلاب باستصعب من هاي المادة لكن أنا بدأ أحكي لك من البداية ونحن الآن على بر الأمان للسادمة سنتنا في مرحلة التأسيس وفي بداية الشغل وكل أمورنا ممتازة كل ما قدرت تشتغل على حالك في مادة الفيزياء كويس حتلاقي أمورك أسهل وأفضل في الأيام القادمة كل ما كنت مستعد أكثر وجهزت حالك أكثر وبديت صح أكثر حتوصل إلى المبتغاك اللي أنت بتحلم فيه وحتكون مادة زيها زي أي مادة أخرى لكن هي تحتاج إلى بعض التفاصيل الزيادة عن المواد الأخرى بدي أسألك سؤال أنت ليش طالع علمي؟ أنت عارف أنه أنت أصعب مادتين عندكم الفيزي والرياضيات طب ماشي معناته مدام هم مصعبات المواد هاي بدي أعطيهم مجهود أكثر فبدي أعبذل عليهم شغل شماله أكثر حتى أني أنا أوصل للي بديه وتأكد اتأكد أنه بعد الاتكال على رب العالمين ما رح يكون فيه أي شي صعب في مجهودك الشخصي ومجهودي أنا إن شاء الله اللي أنا رح أطلعك للسلم درجة درجة حتلاقي إن شاء الله الأمور طيبة والأمور سهلة بعد ما انتهينا في الجزء الماضي من العمليات التأسيسية في قواعد حساب الأسس حنروح الآن في درسنا اليوم على المجسمات نأخذ المساحات ونأخذ اللي هو الحجوم للأشكال اللي أنا بتهمني ورح نأخذ اللي هم التأسيس في الزوايا الساين والكوساين وإلى آخره والمثلثات خلينا نروح الآن على قوانين المساحات فزي ما بنعرف أول إشي بهمني بالأشكال أنا دايما أني جماعة بحب أروح على صفحة فاضية نكتب اللي بدنا إياه بعدين بنرجع لأشي اللي بحكي عنه فأول إشي بدنا نحكي عن مساحة المستطيل والمربع والمثلث فعندي أول إشي الأشكال الهندسية أشكال الهندسية فالأشكال الهندسية إيش بهمني؟ بهمني واحد المستطيل كلنا بنعرف أنه المستطيل هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن شكل رباعي عندي طول ضلعين متقابلين أكبر من الضلعين الآخرين فهذا عبارة عن مستطيل إله طول وإله عرب فلو أنا بدي أخذ مساحته اللي هي الأيريا A تساوي ليه عبارة عن الطول ضرب مين؟ ضرب العرب إذن عبارة عن الطول ضرب العرب لو سمينا هذا مثلاً X وهذا Y هيكون عبارة عن X ضرب Y X ضرب إيش؟ ضرب Y اللي هي الطول في مين؟ طول في العرب طيب لو أخذنا بعديها اللي هو عندك مين؟ المربع لين؟ المربع المربع اللي هو بتميز أنه أطوال أضلاعه كلها شمالها متساوية أطوال أضلاعه كلها متساوية فلو سمينا هذا الضلع اسمه A هيكون عندي هذا أيضاً كمان شماله A مثلاً المساحة حتكون عبارة عن الأيريك تساوي ضلع تربيع الضلع تربيع اللي هو عبارة عن A تربيع A تربيع تمام؟ طيب بعد هيك في عندي ثلاث المثلث المثلث طبعا المثلث فيه له عدة أشكال في عندك مثلث متساوي الساقين مثلث متساوي الساقين وفي عندي طبعا هذا مثلث متساوي الأضلع هذا مثلث متساوي الأضلع متساوي الأضلع وفي عندي مثلث متساوي الساقين ومثلث قائم الزاوية إلى آخرين فإحنا بدنا نأخذ هاي هذا مثلا مثلث متساوي الساقين حيث إن هذا الضلع يساوي هذا الضلع وفيه عندي مثلث اللي هو قائم الزاوية المثلث قائم الزاوية بهاي الصورة هاي مثلث قائم الزاوية فالآن هذا قائم وهذا مثلث متساوي الضلعين هلا الفرق بيناتهم أنه أول شيء المثلث المتساوي للأضلع أنه كل الزاوية شو بتكون؟ بتكون كل الزاوية متساوية يعني هذا 60 وهذا 60 وهذا 60 ها بتكون الزاوية هاي زي بعض الزاوية اللي على الأرض شو بتكون متساوية؟ يعني لو كانت هي الزاوية مثلا خلنحكي 70 وهاي 70 هاي 140 شو بضل عندك فوض؟ بضل عندي 40 لأنه دائماً إحنا بنعرف أنه مجموع زوايا المثلث شو تساوي تساوي 180 درجة زوايا المثلث مجموعة 180 درجة في المثلث قائم الزاوية لو كانت هاي الزاوية هون 90 فإذا هذول الزاويتين حيكون مجموعهم كمان 90 فممكن تكون هاي 30 ممكن تكون هاي 60 ممكن تكون هاي 45 وهاي 45 ممكن تكون هاي 37 وهاي 53 المهم أن يكون مجموعهم 180 درجة إذن مجموع زوايا المثلث هي عبارة عن 180 درجة تمام إذن هاي أول أشكال هندسية مستطيل مربع مثلث طيب شو في عنده كمان في عنده الدائرة الدائرة يا جماعة اشبهني بالدائرة في الدائرة اللي هو بهمني أحسب مساحة الدائرة مساحة الدائرة دي تساوي باي آر تربيع ايه تساوي باي آر تربيع وهذا اللي هو الار اللي هو نصف القطر في عندي برضو كمان محيط الدائرة محيط الدائرة شو قانون محيط الدائرة محيط الدائرة يساوي اثنين باي آر اثنين باي آر تربيع هي الاريا محيط الدائرة اللي هو اثنين باي آر تمام برمزه بالرمز سي سي اللي هي من اختصار بالانجليزي سيركم فرانسيز تمام طيب اوكي هذا بالنسبة لمين للدائرة هلا في عندي برضو كمان نيجي على الاصطوانة حنوخذ هسا الحجوم بنبلش ايش في الحجوم في عندنا الاصطوانة هلا الاصطوانة هي شكل الاصطوانة طبعا كلنا بنعرف وانتو شطرين اشطر مني واعرف مني بالاصطوانة هذا هو الاصطوانة هلا نيجي برضو في عندي الكرة 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 طبعا هذي بيقدرش نرسومها احنا 3D بس بتجيب لك فطبل بتحط فطبل هون بتجيب لك علبة سانيورا بتكون هي ايش عبارة عن الاصطوانة فهاي الاصطوانة بدنا نحكي عن حجمها حجمها عبارة عن مساحة القاعدة مساحة القاعدة ضرب الارتفاع مساحة القاعدة ضرب الارتفاع طيب شو مساحة القاعدة اللي هي دائرة باي آر تربيع والارتفاع اللي هو ايش يا جماعة اتش الارتفاع شو هو اتش أما حجم الكرة الفوليوم تبع الكرة في تساوي 4 على 3 باي آر تكعيم 4 على 3 باي آر تكعيم إذن هاي أهم الأشكال الهندسية اللي إحنا ممكن تمر معنا في مادة الفيزية لازم نكون عارفينهم ونخذين تفاصيلهم طيب نيجي الآن نروح على نرجع للمثلثات بالمثلثات يا جماعة وبالزوايا بهم نتعرف ما يلي ايش بهم نتعرف في الزوايا الآن نيجي على الزوايا 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 طبعا فيه زوايا الحادة إما بتكون الزاوية حادة هاي الصورة أو بتكون الزاوية قائمة أو بتكون الزاوية شمالها المنفرجة الزاوية الحادة اللي هي بيكون قياسة أقل من 90 درجة وهاي تساوي 90 درجة وهاي أكبر من 90 درجة الزاوية تكون أكبر من 90 درجة لعندي المئة وثمانين درجة بنسميها زاوية مستقيمة زاوية مستقيمة قياسة بيكون قديش مئة وثمانين درجة الآن بهمني بالمثلثات إنك تعرف إيش تعرف إنه في المثلث قائم الزاوية في عندي هاي الزاوية مثلا هلأ في عندي هذا الضلع اللي هون سميه A وهذا نسميه B وهذا نسميه C الضلع المقابل للزاوية هذا الضلع اسمه المقابل يعني اللي بتطلع على الزاوية هذا اسمه هيك المقابل وهذا اللي هون جارها هذا جيران هيوية جارها فدائما اللي بحدها اللي بجنبها شو منسميها جارها واللي هون شو منسميها مقابلها وهذا دائما الضلع الطويل بنسميه الوتر شو منسميه الوتر إذن الأي اللي هو المقابل وبي اللي هو المجاور وسي هو إيش الوتر إذن المجاور المقابل وعندي هون إيش الوتر فالآن أول إيش لازم نعرفه في المتلف قائم الزاوية جماعة اللي هو نظرية فيتا غورس نظريت ايش؟ فيثاغورس ايش بحكي ان الله فيثاغورس؟ فيثاغورس بيقول انه دائما الوتر تربيع يساوي الضلع الاول تربيع ايوا كملها سامعة هاي كعم تحكي الضلع الثاني تربيع برافو عليك ممتاز فدائما الوتر تربيع يساوي الضلع الاول تربيع زاد الضلع الثاني تربيع او بقدر احكي انه الوتر يساوي تحت الجذر اللي هو الضلع الاول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع يعني شو سويت أخذ الجدر على الطرفين تمام أخذ الجدر على مين على الطرفين إذن هذا أول إشي بنا نعرفه على مين على المثلثات ثاني إشي بدك تعرف لي فيه إنه إشي اسمه النسب المثلثية النسب المثلثية اللي إحنا كلنا وأنا واحد منكم نكرهها ما بحبها يا جماعة ما بحب النسب المثلثية خلاص هيك إشي بتحسه طلاصم مش مفهوم يعني هو إله إله تدخلات كثير في الحياة إله بس إحنا شا بدنا فيه مماش دخل صح أو لا بهمني تعرف إش اسمه ساين الزاوية بهمني تعرف إش اسمه كوساين الزاوية بهمني تعرف إش اسمه تاني الزاوية فالآن اللي بدي أخذ أنا الساين الساين دعما نسوي المقابل على الوتر المقابل على الوتر يعني A على C والكوساين رح يكون عندي المجاور المجاور على الوتر اللي هو B على مين على C والتاني هو المقابل على المجاور المقابل على مين على المجاور ومنقدر نحكي أنه هو عبارة أيضاً عبارة عن ساين على كوساين ساين على مين على كوساين تمام؟ إذن هاي أهم إشي لازم نعرفه في المثلث قائم الزاوية كيف نعرف نطلع في ثغرص كيف نعرف نطلع ساين الزاوية كوساين الزاوية و تاني الزاوية فمثلاً لو أعطاني سؤال هون أعطتك سؤال قلتلك مثلاً هون أعطاني مثلث بهاي الصورة هاي مثلث وقال لي أنه هذا الضلع A يساوي ثمانية سانتيمتر و B يساوي ستة سانتيمتر وهي C وهي هاي الزاوية ثيت قل لي بالاعتماد على البيانات المثبتة على الشكل احسب واحد الضلع C بدنا طول الضلع C و بدنا تحسب لي اتنين ساين الزاوية و كوساين الزاوية و تاني الزاوية يب نجي نانا نشوف الفرع الأول اللي هو A بده كدش قيمة C طبعا قيمة C هي تمثل وطر كفيتة غرص بدأ يكون عندي C تساوي تحت الجذر A تربيع زائد B تربيع و يساوي تحت الجذر كدش A ثمانية تربيع زائد B ستة تربيع هسا ما يجب أقول له ثمانية تربيع قدش أو عكا تقول لي ستة عكا تقول لي عكا تدير بالك تقول لي ستة زائد ولا ستة تربيع ستناش ستة وثلاثين تحت الجذر فأربعة وستين زائد ستة وثلاثين قدش مية إذن مية تحت الجذر طب قدش جذر المية يساوي عشرة إذن جذر المية عشرة خلص برافو عليك إذن C شو تساوي عشرة سانتيمتر طيب هاي هادا أول واحد اثنين اثنين ايش بدي أنا ساين الزاوية هسا ما يجب أحكي له ساين الزاوية يساوي المقابل على المجاور أو على الوتر عطبهم B على C المقابل اللي هو ستة والوتر عشرة إذن ستة بالعشرة طيب كوساين الزاوية يساوي المجاور على الوتر A على C المجاور على الوتر يعني ثمانية على عشرة ويساوي O.8 وثاني الزاوية ثاني الزاوية يساوي المقابل على المجاور يعني ثمانية أو ستة على ثمانية ستة على ثمانية أو هي نفسها إذا بدك تختصرها تصبح عندك ثلاثة على أربعة ثلاثة على مين على أربعة تمام؟ طيب الآن الآن في عندنا برياضيات إشي اسمه زوايا مشهورة الزوايا المشهورة شو الزوايا المشهورة يا جماعة؟ الزوايا المشهورة ركز معي طبعا في إشي زوايا تعطى في الامتحان وفيه زوايا لا تعطى في الامتحان هلأ لن يجي على إش اسمه دائرة دائرة الوحدة بالرياضيات هلأ دائرة الوحدة اللي هي هاي هون حيكون عندك كالتالي هاي اللي هي دائرة الوحدة لو جيت أنا قلت لك بدي إحداثيات النقطة هاي وإحداثيات النقطة هاي وإحداثيات هاي وإحداثياتها هسا اسمها دائرة الوحدة يعني أبعادها واحد بنفترض أنه أبعادها شمالة واحد عشان نقسمها دائرة الوحدة فإن هاي إحداثياته واحد وصفر هاي صفر وواحد سالب واحد وصفر صفر وسالب واحد دائما الزوايا يا جماعة بتبلش من وين؟ بتبلش من؟ الزيرو بعدين تسعين درجة بعدين مية وثمانين درجة بعدين ميتين وسبعين درجة بعدين ترجع مرتينة ثلاثمية وستين درجة تمام؟ خذها قاعدة أنه دائماً اللي هون الحد الأول هاي الحد الأول اللي هو الـ X طبعاً هاي الـ X وهاي الـ Y هذا يمثل كوساين فاصلة sin إذن الحد الأول هيكون عبارة عن كوساين وهذا عبارة عن شماله؟ فلو أنا أجد أسوي جدول واخذنا الزوايا اللي إحنا اللي نشتغل عليها المشهورة عندي اللي هو صفر وعندي تسعين وعندي هون مئة وثمانين وعندي مئة وثمانين وعندي مئة وسبعين وبترجع مرة ثانية ثلاثمية وستين هاي هون الكوساين وهي هون الساين فهذول لازم يا جماعة تكون عارفهم هذول ما بعطيك يام بالامتحان بدك تكون انت حافظهم بدك تكون انت حافظهم اللي هم الزوايا هاي اللي هي المشهورة فكوساين الصفر واحد طلعا هون كوساين الصفر واحد ساين الصفر صفر كوساين التسعين صفر ساين التسعين واحد هاي هون من هون هاي هون كوساين هاي هون ساين نجعل 180 الحد الأول كوساين الحد الثاني ساين 270 الحد الأول كوساين الثاني شو بدي يكون عندي ساين الحد الثالث اللي هو هاي هون عبارة عن ترجع مرة ثانية واحد 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 طب أستاذ فيه الزوايا المشهورة الأكثر اللي هم الثلاثين والستين والخمسة وأربعين إلى آخرية هذول الأستاذ لا تحفظهم نهائيا بيعطيك يوم في الامتحان هذول يعطى يعني مثلا ساين الثلاثين نص كوساين الثلاثين جذر الثلاثة على اثنين طيب الستين الكوساين أو خليني نحكي هون هذي ساين هذي كوساين ساين الستين اللي هو جذر الثلاثة على اثنين والكوساين اللي هو نص فهذول يعطيك يوم بالامتحان هذول تعطى هاي تعطى بس الزوايا اللي ما بعطيك إياهم اللي هم هذور الساين والكوساين تبعت الأشكال فهون بظل علينا بس في جزئية أنا نسيت أحكي عنها اللي هي في المساحات لو رجعنا هون إحنا للمساحات بدي أحكي عنها هون بدي أعطيك برضو كمان مساحة شبه المنحرف يعني أربعة في عنا إشي اسمه شبه المنحرف مساحة شبه المنحرف طبعا هذا هو شكل شبه المنحرف يا جماعة هيك هيك كون في إلو قاعدتين قاعدة اللي تحت وقاعدة اللي فوق وهذا الخط اللي هون بسميه الارتفاع هذا الخط شو بسميه الارتفاع فالأريا تبعته A تساوي اللي هي عبارة عن نص مجموعة القاعدتين مجموعة القاعدتين سميها هي A سميها هي B وهذا الارتفاع اللي هو C A زائد B مضروب في مين مضروب في C فنص مجموعة القاعدتين ضرب إيش برب الارتفاع فهذه هي المساحات اللي إحنا بدنا إياها وهذه الحجوم اللي إحنا بدنا إياهم إذن هون عندي مساحة المربع ومساحة المستطيل وأنواع المثلاثات الثلاثة قائم الزاوية حادة الزاوية ومتساوي الساقين وفي عندي برضو كمان الدائرة اللي هي باي آر تربيع وفي عندي محيطها وفي عندي الإسطوانة والكرة بالإضافة إلى بعدين حكينا عن الزوايا والمثلثات أهم شيء نظرية فيتغورس بعدين النسب المثلثية ساين كوساين تان نعرف نسيطر عليهم وعندي كيف أحسب من المثلثات ودائرة الوحدة عشان نحقق مفهوم إنه هو الزوايا هنروح الآن نشيك على الدوسية بعدين نأخذ واجب وإن شاء الله أمور تماما يلا طيب جينا هون لو إحنا زي ما حكينا هي عندي مساحة المستطيل الطول بالعرض مساحة المربع الضلع تربيع مساحة المثلاث نص القاعدة في الارتفاع ومساحة الدائرة باي آر تربيع أما الحجوم حجم الكرة وحجم إيش حجم الإصطواني في المثلثات زي ما حكينا عندي مجموعة زوايا المثلث كلهم مي ساوي مية وتمانين درجة في المثلث متساوي الساقين لازم يكون الزويتين اللي تحت على الأرض متساويين مثلث بتساوي الأضلاع كل زوايا بتكون شمالها ستين درجة بعدين حكينا عن نظرية فيتغورس اللي هو الضلع الأول تربيع زي الضلع الثاني تربيع بيساوي الثاني تربيع في عندي وان أعدادي جماعة مشهورة فيتغورس أرقام مشهورة فيتغورس شو هي؟ إنه إذا كانت الآي ثلاثة والبي أربعة يعني هون هاي ثلاثة وهاي أربعة تطلع هاي خمسة فهذه الأرقام خليهم ببالك ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية عشرة خمسة اتناش تلتاش خمسة تربيع خمسة عشرين واثناش تربيع مية وأربعة عشرين مجموعهم مية وستة وتسع وستين جذرهم تلتاش تمام؟ فهذه أرقام معروفة ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية عشرة وخمسة اتناش تلتاش هذه خصائصة المربع ما في داعي لإلها مش مهمة كثير؟ الآن نيجي على التعامل مع الزوايا زي ما حكينا الثاني ساوي المقابل على الوتر مجاور على الوتر والثاني هون مقابل على مين على المجاور هلا عندي بالزوايا هون إنه دائما جماعة الزوايا إذا كانت في الربع الأول هل نحكي خصائص جديدة الزوايا في الربع الأول أي زاوية ساين أي زاوية يساوي كوساين الزاوية المكملة لإلها ساين أي زاوية يساوي كوساين المكملة لإلها يعني مثلا وجينا إحنا أخدنا ساين الثلاثين هون ساين ساين الثلاثين بديو يعطيني نص طيب كوساين الستين بديو يعطيني كمان نص طلع الثلاثين والستين ما لهم متممات لبعض مسميها متممة دائما الزاوية لما تكملها للتسعين سميها متممة للمئة وثمانين يسميها مكملة تمام؟ إلا أن هاي متممة إذا ساين أي زاوية مع متممتها بكونوا متساويتين فالآن لو حكييني مثلا ساين السبعة وثلاثين لازم تساوي كوسين كوسين بكملها إلى التسعين كم تكملها إلى التسعين؟ تسعين 53 درجة إذن سايني 37 يساويك سايني 53 تمام؟ فهي القاعدة تبعتها الآن أما إذا كانت الزاوية منفرجة فبنأخذ الزاوية مع مكملة الزاوية مع المكملة هل القاعدة شو بتحكي؟ إنه ساين أي زاوية ساين ساين الزاوية ثيتا نفسه ساين الزاوية ألفا يعني مثلا ساين الثلاثين أو ساين المئة وخمسين يساوي ساين الثلاثين هذا أكيد تعرفوه بالرياضيات إذن الساين نفسه ساين أما الكوساين سالب كوساين نعطيه إشارة شمالة سالبة يعني كوساين المئة وعشرين يساوي نفسه سالب كوساين الستين ماشي؟ كوساين المئة وعشرين سالب نفسه كوساين مين؟ الستين إذن في الربع الأول في الربع الأول الساين كوسين والعكس صحيح في الربع الثاني لما تكون منفرجة الساين ساين والكوسين سالب كوسين الكوسين سالب ايش؟ colsine هاتك cos سالب cos تمام؟ بس طبعا إحنا مطلوب من إيش بالربع الأول والثاني يا جماعة مش مطلوب مني لا ثالث ولا رابع طيب نيجي الآن هون زي ما يحكينا على جدول الزوايا طبعا هذول يعطوا كيام بالامتحان ما عاد الصفر احنا لازم نكون حفظينه الثلاثين والخمسة واربعين والستين هذول تعطى بالامتحان هاي تعطى لا تحفظهم مين اللي لا يعطى هاي وهاي هذول بنجيبه من دائرة الوحدة ماشي هاي ها دائرة الوحدة اللي هو هذا اللي عنا هون انت بهمك بس عندك الصفر بهمني أنا عند الصفر وبيهمني التسعين وبيهمني المئة وثمانين وبيهمني اللي هون مئتين وسبعين اما باقي الاشياء هاي مثلا 30-45 هذا مش مهم ولا هذول مهمين تمام بس هذول الزيادة معرفة لإلم هيك طبعا احنا ان شاء الله بنكون ضايل علينا بس المرة الجاة ان شاء الله الاقترانات بس الاقترانات راح خليها عشان نربطها مع الفيزي مباشرة فبنكون خلصنا التأسيس الرياضي عشان نروح على التأسيس ايش تأسيس الفيزي هنروح الان اعطيك شوية واجبات انحلهم وتكون امرها تمام يلا هليني نشوف الان هاي جماعة الاسل السؤال الاول بحتيلي احسب مساحة الاشكال التالية عندي مربع طول ضلعه 2 سنتيمتر وعندي مستطيل طوله 4 وعرضه 2 سنتيمتر وعندي دائرة نصف قطرها واحد على جذر الباي واحد على جذر الباي طبعا انت منحل هتعرف ليش احططك يا بدلالة جذر الباي وعندي مثلث ارتفاعه 4 سنتيمتر وطول القاعدة 5 سنتيمتر وبعدين هذا بالنسبة للمساحات بعدين في عندي على المثلث قائم الزاوية ويقول لي اذا كان هذا المثلث قائم الزاوية اعطيني طول الضلع سي اذا كان طول الضلع الاول 12 والضلع الثاني 5 وعطيني كمان سين الزاوية وكوسين الزاوية بعدين liberals سنأخذ أسئلة من ممط ضع دائرة ضع دائرة حول رمز الاغذابة الصحيحة ساولي ساولي كم ساولي الساولي سلاولي ساولي 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 operators كوسين الثلاثين يساوي هل يساوي ساولي ساولي الساولي자� methods الملاثينين اللذين LIKE en siete وaniecالي متناست؟ الازاوية ومكمليتها حسناً. وعندماOne me سأخبرني سياسين www ساولي ساوليć30 أو SIN 60 أو COSIN 30 أو COSIN 60 بالإضافة إلى COSIN 53 تساوي SIN 53, SIN 37 COSIN 37 أو TAN 37 حصتنا خفيف و لطيفة إن شاء الله للمرة الجالزة إذا ما حكنا ظهر حسنا نكمل على الإقترانات المثلثية بعدين نروح على الإقترانات يعني بشكل عام الإقترانات الخطي والإقترانات الثابت والإقترانات التربيعي إلى آخره بعدين نروح على اللي هو التأسيس الفيزيائي بإذن الله تعالى دعي لكم دائما بالخير والحب والاحترام وتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والسعادة في هاي المرحلة في هاي الثانوية العامة يا جماعة احنا قروباتنا قروبات الواتس أب قروبات الواتس أب 079-6141-235 هذا الواتس أب فيه قروب اللي هو الفيسبوك اللي هو فيزياء التوجيهي الأستاذ مراد الغرابلي فبتشرف إنه تكون معاي وتكون رفيق دربي في هاي السنة القادمة وتفوت على هذا الجروب وأيضا جروب الواتس أب حتى إنك إحنا نستفيد ونستفيد من بعض بتمنى إنه اللي بيشوف هذا الحصة نزل تلخيصك على جروب جيل فيه جروب برضه تابع لموقع الواتس أب اللي هو جروب جيل أول ثانوي 2006 تمام؟ هذا الجروب إذا أنت ما بتعرفه ما عرفته بعتلي على الواتس أب بعتلك هي الرابط عشان تفوت على الجروب نزل تلخيصك يا جماعة عشان إن شاء الله رح يكون فيه مسابقات لتربيح بطاقات للفصل الأول يعني ممكن أنت تأخذ بطاقة الفصل الأول فري وتكون واحد من طلابي اللي أنا رح أتشرف فيكم بإذن الله تعالى فأجمل تلخيص رح ينزل على الجروبات إن شاء الله رح يكونوا أخذ بطاقة لمادة الفصل الأول ويعطيكم ألف ألف عافية السلام عليكم